اشتركوا في القناة يا ترى حبابي هي الكسور معنى الكسر هو جزء من الواحد الصحيح وكل الكسور توجد بين السفر والواحد الكسر يساوي البسط على المقام ويسمى البسط والمقام حدي الكسر مثال رقم واحد امثلة للقسور عندي بعض امثلة للقسور زي 2 على 5 و7 على 8 و1 على 3 و3 على 8 مثال رقم 2 اكتب الكسر المعبر عن الجزء المظلل الجزء المظلل هنا عندي جزء واحد بس وكل الاجزاء 4 يبقى نقوله 1 على 4 الشكل اللي قدامي الجزء المظلل هنا واحد بس هو متقسم بجزءين نقوله 1 على 2 الشكل اللي قدامي الجزء المظلل 2 بس عدد الاجزاء كلها 6 اجزاء معنى كده ان هما 2 على 6 لكن لو انا بسطت 2 على 6 هيديني 1 على 3 كم نصف فيه 3 برتقالات ونصف؟ بصدورة جميلة جدا لو انا معايا 3 برتقالات ونصف كم نصف برتقالة فيه؟ طبعا بكل بساطة لو جينا نحلها هنقول 3 ونصف يساوي طبعا النص خلاص نقوله نصف زائد 3 طب يا ترى التلاتة فيها كم نصف؟ نضرب الاثنين في 3 يديني 6 على 2 زائد نصف يبقى يديني يساوي 7 على 2 اي ان عدد الانصاف للبرتقال سبع انصاف اولا الصورة المختلفة للتعبير عن الكسر اول صورة هنشوفها هي الصورة الكسرية الصورة الكسرية دي حبيبي عبارة عن كسر بسيط جدا عبارة عن بسط ومقام بس معناها ايه؟ هي الصورة التي يكون فيها البسط اكبر من المقام ويكون قيمته اكبر من الواحد زي مثلا 7 على الاربعة وكمان معايا 11 على الاثنين تاني صورة هنعرفها هي العدد الكسري هو ايه العدد الكسري؟ هو العدد الناتج من جمع عدد صحيح وكسر زي ايه؟ لو انا مثلا معايا واحد صحيح وثلاثة على خمسة معناها يساوي ثلاثة على خمسة زائد الواحد الصحيح يبقى انا هنا جمعت كسر زائد عدد صحيح هنسميه عدد كسري الكسور المتساوية يا ترى يا حبيبي هي الكسور المتساوية؟ معنى الكسور المتساوية هي كسور مكافئة لها نفس قيمة الكسر مثلا معايا لو انا معايا كسر زي واحد على ثلاثة ممكن اجيب له صور مكافئة للكسر ده ازاي؟ لو انا ضربت حدي الكسر في عدد ثابت يعني لو انا ضربت حدي الكسر في اثنين بسط ومقام مش هيغير من امت الكسر لكن هيديني صورة مكافئة له فضربنا الكسر حدي الكسر في اثنين واحد في اثنين وثلاثة في اثنين اداني اثنين على ستة طب لو انا ضربت في ثلاثة بسط ومقام هضرب مثلا هنا 1 في 3 على 3 في 3 هيساوي طبعا 3 على 9 لو انا بسطت 3 على 9 هترجع للكسر الاصلي اللي هو تلك وبرضو لو انا ضربت حدي الكسر في عدد سابت زي 4 او 5 وهكذا يديني صور مكافأة للكسر بتاعي مثال رقم 1 لو انا معايا 3 على 4 بيساوي كام على 8 نجي نبص للمقام قدامه مقام تاني يعني معنا كده الارباعة امتى هتساوي التمانية لو اتضربت في اتنين نطلع للتلاتة بسرعة ونضرب 3 في 2 بكام يا شطار يميل 3 في 2 بستة احسنتم تعالوا نضرب واحدة كمان كده ونشوف 3 على 8 بيساوي 27 على كام طيب التلاتة بتساوي امتى هتساوي السبعة وعشرين لو اتضربت في 9 يبقى برضو التمانية اضربها في تسعة الديني كام اتنين وسبعين مثال رقم 8 5 على 6 بيساوي كام على 18 6 في كام بتمنتاشر 6 في 3 يبقى اضرب الخمسة في 3 يديني كام 15 5 في كام ب 25 5 في 5 يبقى اضرب الستة في 5 تدتني 30 رقم 2 ضع الاعداد الصحيحة على صورة كسر واحد صحيح بيساوي كام على واحد طبعا اي عدد صحيح مقامه واحد طب امتى الواحد الصحيح امتى يساوي الكسر بتاعي واحد صحيح لو انا اسمته على نفسه بواحد على واحد طب بيساوي اتنين على اي اتنين على اتنين Technologies وبرضو هنقول يساوي التلاتة التلاتة على تلاتة والاربع اربع على اربع وهكذا لو دربنا اي لو اسمنا اي عدد على نفسه هيديني الواحد الصحيح الخمسة خمسة على خمسة شطار والستة ستة على ستة طب السفر لو انا اسمت سفر على اي حاجة طبعا هيديني سفر يعني لو قلنا سفر على اربعة هيساوي سفر لو قلنا الخمسة او الستة او السبعة او التمانية لو انا اسمت سفر على خمسة هيساوي سفر لو اسمت سفر على ستة هييديني سفر وصفر على سبعة برضو هيساوي سفر وصفر على تمانية برضو هيساوي سفر معنى كده لو انا قلت سفر على اي عدد هييديني سفر طابلو 2 2 دي أي عدد صحيح اتفقنا مقامه 1 بيساوي 2 على 1 وال2 بتساوي 4 على 2 وبتساوي 6 على 3 تساوي 8 على 4 تساوي 10 على 5 وهكذا طابلو أنا معي الثلاثة ثلاثة برضو عدد صحيح يعني مقامها 1 بيساوي 3 على 1 يساوي 6 على 2 يساوي 9 على 3 يساوي 12 على 4 يساوي 15 على 5 وهكذا لو أنا أسمت العدد دربته 3 على الواحد دربتها عدد ثابت فوق وتحت هيديني الكسر بتاعه وبذلك يمكن وضع العدد الصحيح في صورة كسرية ضع في صورة كسرية 9 و1 على 5 7 ونص 3 وربع 3 و2 على 5 7 و5 على 6 5 و1 على 8 الصورة اللي قدامي دي عبارة عن عدد صحيح وكسر عايزة حطها في صورة كسرية نعمل حاجة جميلة جدا اسمها رفع الكسر يا ترى يا حبيبي هو ايه رفع الكسر؟ طبعا أنا هضرب العدد الصحيح في المقام واجمع عليه البسط هضرب العدد الصحيح اللي هو التسعة اضربها في المقام اللي هي الخمسة واجمع عليه البسط اللي هو الواحد واحتفظ بالمقام بتاعي اللي هو الخمسة زي ما هو يلا بينا 9 في 5 45 45 زائد 1 46 واحتفظ بالمقام اللي هو 5 يبقى 46 على الخمسة 7 على الصحيح اضربها في المقام يبقى 7 في 2 14 واجمع عليها البسط زائد 1 14 زائد 1 15 احتفظ بالمقام 2 يلا يا شطار اضرب العدد الصحيح في المقام 3 في 4 بـ 12 12 زائد 1 13 على الاربعة احتفظت بالمقام كمان واحدة العدد الصحيح هنا 3 اضربه في المقام 3 في 5 15 واجمع عليه البسط زائد 2 15 زائد 2 يديني 17 على الخمسة نضرب العدد الصحيح هنا 7 7 في 6 بـ 42 42 زائد 5 47 47 على الـ 6 نضرب العدد الصحيح اللي هو الخمسة 5 في 8 بـ 40 40 زائد 1 41 على 8 ثانيا تحويل كسر الى عدد صحيح زي ما قلنا الوقت فكر وزع الاب خمس شوكولتات على والديه الطيب والمشاكس بالتساوي ما نصيب كلا منهما معايا خمس شوكولتات طبعا نصيب زي ما انتم شايفين كل واحد فيهم اخذ اتنين ونص خمسة على الاتنين بتساوي أرباع على الاتنين زائد نص يساوي اتنين زائد نص اي ان نصيب الواحد يساوي اتنين ونص ضع في صورة عدد صحيح وكسر تسع على سبعة خمسة على تلاتة تلاتاشر على العشرة خمستاشر على السبعة تلاتة وعشرين على السبعة الوقت يعطيني صورة كسرية وعايز احولها لعدد صحيح وكسر الوقت هنفكر التسعة فيها كام سبعة فيها سبعة واحدة يبقى معناها سبعة على سبعة زائد كام عشان اكمل التسعة بتاعتي للسالي اتنين على سبعة يساوي سبعة سبعة على سبعة واحد صحيح زي ما اتفقنا زائد اتنين على سبعة زي ما هي يساوي العدد صحيح بتاعي والكسر عبارة عن واحد صحيح واثنين على سبعة 5 على 3 الخمسة فيها كم 3؟ فيها 3 وحدة يبقى 3 على 3 زائد 2 على 3 يساوي العدد الصحيح هنا 3 على 3 هيديني 1 صحيح و2 على 3 13 على 10 13 فيها كم 10؟ 10 وحدة يبقى 10 على 10 زائد 3 على 10 يساوي 1 صحيح و3 على 10 15 على 7 الخمستاشر فيها كم 7؟ نرجع لجدول 7 7 في 1 ب7 لسه فيها كمان 7 في 2 ب14 يبقى نقوله 14 على 7 بقى لي كم؟ بقى لي 1 على 7 14 على 7 فيها كم صحيح؟ شطار فيها ال2 يبقى نقوله 2 يبقى نقوله 2 وقدامي الكسر بتاعي اللي هو السبع يبقى 2 و1 على 7 23 على 7 نرجع لجدول 7 7 في 1 7 7 في 2 14 7 في 3 3 و21 وقرأي يبقى 2 وقرأي يبقى 2 1 على 7 21 على 7 دي اللي هيديني العدد الصحيح زائد لسه لي بقى كام؟ 2 على 7 يبقى 2 يبقى 21 على 7 فيها 3 2 على 7 وبكده يبقى نقدر تحول الصورة الكسرية لعدد الصحيح وكسر تجنيس الكسور يا ترى يا حبيبي معنى ايه تجنيس الكسور؟ معنى تجنيس الكسور هي الكسور التي مقاماتها متشابهة يعني هاوحد حاجة اسمها توحيد المقامات جنس الكسور يعني خلي المقامات بتاعتك متشابهة معايا 1 على 5 و3 على 10 لو جينا نبص هنا في المقام هنلاقي واحدة 5 والمقام التاني 10 اجري للخمسة يا خمسة ممكن تبقى 10 هتقول لي اه لو انا اضربت في 2 طب تعالوا يلا نضرب الخمسة والكسر بتاعي 1 على 5 في 2 ماينفعش اضرب المقام بس في 2 لازم اضرب بسط ومقام عشان ما اغيرش من قيمة الكسر هنقول له بيساوي 1 في 2 على 5 في 2 هيساوي 2 على 10 يبقى انا كده وحدت المقامات او جنست المقامات تعالوا ناخد واحدة كمان رقم 2 1 على 6 و2 على 3 نبص للمقامات مقام 6 والمقام التاني 3 من المقام الاكبر الستة نجري نروح للتلاتة يا تلاتة ممكن تبقى 6 اه لو انا اضربت في 2 نروح نضربها في 2 2 على 3 بيساوي 2 في 2 على 2 في 3 2 في 2 باربعة و2 في 3 بستة وبكده يبقى انا وحدت المقامات او جنست الكسور اكمل الخمسة بيساوي كم على الاتنين الخمسة ده عدد صحيح لو انا ضربت الخمسة في الاتنين في المقام هيديني 10 وبكده يبقى انا لو اسمت العشرة على الاتنين هتديني 5 التلاتة بتساوي 18 على كم هنا حاططلي الباست بتاعي يبقى قدامي هنا امتى 18 لو اسمتها على كم تديني 3 هفكر واقول 3 في كم بـ 18 3 في 6 يبقى 18 على الستة تديني عدد صحيح اللي هو 3 7 بيساوي كم على 10 المقام بتاعي موجود يبقى اضرب 7 في 10 تديني 70 لو اسمت 70 على العشرة هتديني 7 هناخد حاجة جديدة دلوقتي اسمها اختصار الكسور يعني ايه اختصار الكسور؟ معنى اختصارات يعني تبسيط يعني خلاها في ابسط صورة يقصد باختصارات تبسيط الكسور هو كتابة الكسر في ابسط صورة يعني ابسط صورة يعني ما عادش ينفع اقسم الكسر على التاني كده ابسط صورة له مثال ضع كلا من الكسور في ابسط صورة اول مثال عندي 24 على 28 هروح افك الاربعة وعشرين اللي هي بتساوي عبارة عن اربعة في ستة طبعا عندي كزا لو انا ضربت حاصل ضرب كزا عدد زي اتنين في اتناشر وتلاتة في تمانية هتديني الاربعة وعشرين لكن انا عايزة حاجة مشتركة ما بين التمانية وعشرين والاربعة وعشرين مش هلاقيها غير في جدول اربعة يبقى نقول اربعة في ستة في البسط على اربعة في سبعة هروح كده ابسط الرقمين اللي شبه بعض هيهوحوا مع بعض الاربعة هتروح مع الاربعة هيتبقى لي كام يا شطار ستة على السبعة وده ابسط صورة للكسر الكسر اللي بعده خمسة وتلاتين على الخمسة وعشرين طبعا واضح ان دول الاتنين موجودين في جدول خمسة يبقى خمسة وتلاتين بتساوي خمسة في سبعة والخمسة وعشرين بتساوي خمسة في خمسة هنروح نبسط الخمسة هتروح مع الخمسة هيساوي سبعة على الخمسة وده ابسط صورة عندي الكسر اللي بعده واحد صحيح وستة على التمانية الواحد الصحيح هنسيبه زي ما هو والستة على التمانية هنبسطها واضح ان الستة والتمانية موجودين في جدول اتنين يبقى اتنين في تلاتة على اتنين في اربعة يلا نبسط الاتنين هتروح مع الاتنين هيتبقى لي يساوي واحد صحيح وتلاتة على الاربعة مقارنة الكسور هناخد حاجة جديدة دلوقتي عن مقارنة الكسور اذا كان الكسران متحدي المقام او البسط تعال اخد اول فقرة عندي لو المقام يساوي المقام لو اذا كان المقام يساوي المقام هعمل ايه لو المقام يساوي المقام اذا كان المقام يساوي المقام فان البسط الاكبر يكون هو الكسر الاكبر فإن البسط الأكبر هيكون هو الكسر الأكبر لو المقام يساوي المقام يبقى الكبير هو الكبير لو أنا معايا 3 على 5 والكسر الثاني 1 على 5 هنا المقامات بتاعتي متساوية يبقى الكبير هو الكبير يبقى مين الأكبر؟ 3 ولا الواحد؟ البسط الأكبر مين؟ 3 يبقى 3 على 5 أكبر إذا كان البسط يساوي البسط طبعا البسط فوق فإن الكسر الذي له المقام الأصغر يكون هو الكسر الأكبر لو معايا 6 على 5 والكسر الثاني 6 على الأربعة هنا البسط يساوي البسط فإن المقام الأكبر هو الأصغر من هنا الأكبر الخمسة ومن الأصغر الأربعة هي هتبقى كبيرة يبقى 6 على الأربعة أكبر من 6 على 5 مثال ضع علامة أقل من أو أكبر من أو يساوي مكان النقط فيما يأتي 3 على 7 و1 على 7 نجي نبص هنا المقام ولا البسط طبعا المقام مقام هنا 7 وهنا 7 يبقى بدان المقام يساوي المقام يبقى البسط الأكبر هو الأكبر مثال كمان 11 على 6 ولا 11 على 5 هنا البسط يساوي البسط يبقى الكبير هو الصغير يبقى الكبير هو الصغير طبعا الستة أكبر يبقى نحط علامة أقل من 2 على 3 ولا 6 على 9 هنا لا البسط ساوي البسط ولا المقام ساوي المقام بس لو أنا بسطت 6 على 9 6 على 9 الاتنين موجودين في جدول 3 دي 2 في 3 ودي 3 في 3 التلاتة هتروح مع التلاتة هيتبقى لي 2 على التلاتة فهنا الكسران متساوية فنحط علامة يساوي الكسر اللي بعده 2 و4 على 9 و1 صحيح و4 على 9 هنا الكسران متساوية لكن الأعداد الصحيحة مختلفة فنقول الواحد ولا الاتنين أكبر طبعا الاتنين أكبر يبقى 2 و4 على 9 أكبر من 1 و4 على 9 طيب لو أنا بقى عندي الكسران مختلفين البسط والمقام بمعنى لو البسط لا يساوي البسط ولا المقام ساوى المقام هعمل حاجة جميلة جدا اسمها المقص تعالوا نشوف يعني إيه المقص ضع علامة أكبر من أو أقل من أو يساوي مكان النقط فيما يلي 3 على 5 ولا 2 على 3 لاحظ عندي أن المقام لا يساوي المقام ولا البسط ساوى البسط هعمل حاجة فعلا زي المقص أضرب المقام بتاعي في البسط اللي فوق هيديني 3 في 3 بكم بـ 9 وبعد كده هضرب المقام التاني في البسط التاني 5 في 2 بكم بـ 10 وقارن ما بين العددين يا ترى التسعة ولا العشرة هناخد الكسرين بتاعي طبعا حد قال لي إيه العشرة أكبر يبقى نحط علامة أقل من إيه يبقى 3 على 5 أقل من 2 على 3 12 على 18 ما ينفعش أتعامل مع الكسر وهو مش متبسط فلازم أبسط الكسر طبعا الـ 12 والـ 18 الـ 2 موجودين في جدول 6 يبقى على الـ 6 فيها الـ 2 18 على الـ 6 فيها الـ 3 ومعايا كسر التاني اللي هو 8 على الـ 14 الـ 2 موجودين في جدول 2 يبقى 8 على الـ 2 فيها الـ 4 وـ 14 على الـ 2 فيها الـ 7 تعالي ناخد الكسرين بتوعنا ونقارن ما بينهم 2 على 3 ولا 4 على 7 هنعمل برضو المقص أضرب 7 في 2 تديني 14 واضرب 3 في 4 تديني 12 يبقى الـ 14 ولا الـ 12 طبعا الـ 14 شطار هناخد حاجة جديدة دلوقتي اسمها ترتيب الكسور تصاعديا أو تنازليا هناخد مثال رتب تصاعديا الكسور كسر الأولاني 7 على 8 والتاني 1 على الـ 2 والتالت 2 على 3 وـ 5 على 6 عايز أكارن الكسور دي وارتبها تصاعديا عشان أرتب يا شطار لازم أبص عندي هل المقام سوى المقام؟ لا لو المقام سوى المقام يبقى أرتب عادي فلازم اوحد المقامات بتاعتي عشان ارتب صح فاجيب حاجة اللي احنا خدناها في الترم الاول اسمها الميم ميم الف اللي هو المضاعف المشترك الاصغر هروح احلل التمانية عبارة عن اتنين في اتنين في اتنين واللي اتنين عدد اولي والتلاتة والستة اتنين في تلاتة هاخد العوامل المشتركة ما بينهم يبقى معايا اللي اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة الده لي اربعة وعشرين فاول حاجة جبت ميم ميم الف هتديني اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة اتنين في اتنين باربعة اربعة في اتنين بتمانية تمانية في تلاتة باربعة وعشرين طيب اول كسر عندي اللي هو سبع على تمانية عايزة اخليه اربعة وعشرين في المقام التمانية ضرب في تلاتة وزي ما اضرب في تلاتة تحت في المقام هاضرب برضو في البسط يبقى سبع في تلاتة على تمانية في تلاتة يساوي واحد وعشرين على الاربعة وعشرين كسر الثاني اللي هو واحد على الاتنين مقامي اتنين هروح اضرب الاتنين في كامع عشان تديني 24 في 12 يبقى اضرب واحد في 12 على اتنين في 12 واحد في 12 في 12 و 2 في 12 ب24 يبقى 12 على 24 كسر الثاني 2 على 3 عندي في المقام 3 لسه أيديني 3 تتضرب في 8 عشان تبقى 24 يبقى ضرب فوق وتحت في 8 2 في 8 على 3 في 8 يساوي 16 على الـ 24 آخر كسرة عندي 5 على 6 الـ 6 في كامب 24 6 في 4 يبقى ضرب فوق وتحت فيه 4 يبقى 5 في 4 على 6 في 4 يساوي 20 على 24 طبعا أنا كده وحدت المقام يعني الكبير هو الكبير والصغير هو الصغير بيقول لي رتب الكسور تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر مين أصغر كسرة عندي هو الـ 12 يبقى قدامه كامب نص يبقى نقول له أصغر كسرة عندي 12 يبقى أول حاجة هي إيه النص بعد كده من الكسر التاني من الكسر التاني اللي هو الـ 16 على الـ 24 يبقى معايا 2 على الـ 3 بعد كده الكسر اللي بعد كده 20 ولا 21 لا العشرين يبقى 5 على 6 وآخر حاجة ليه الـ 21 يبقى 7 على 8 يبقى الكسور مترتبة تصاعديا أول حاجة نص وبعدين 2 على 3 وبعدين 5 على 6 وبعدين 7 على 8 وبكده يا حبيبي نكون خلصنا الدرس الأول اللي هو عن الكسور وقابلكم المرة الجاية إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة